اشتركوا في القناة فعشان هيك اليوم نحكي عنه وكيف نحن منقدر نوقي أنفسنا منه معك الوقت رند هلا رح نتركيكم على المشاهدين شكراً لكم وصباحكم سعيد وصباح سعيد أكيد لجميع المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية معي أنا أخصائيات التغذية العلاجية لند الديسي مثل ما حكت لنا زميلتي لانا اليوم رح يكون موضوعنا عن التوعية عن مرض السرطان اليوم هو اليوم العالمي للتوعية عن هذا المرض وأكيد غذائي بشكل سبب رئيسي بالحماية من الأمراض المتعددة مش بس غذائي ولكن كمان أن نحن نحافظ على أنفسنا بصحة جيدة نعمل الرياضة اللي أكيد متطلبة منها وبنفس الوقت نعمل الفحص الدائم لحتى نتأكد أنه نحن وضعنا تمام فاليوم رح نحكي بالتفاصيل عن المأكولات اللي أكيد رح تساعدني بالحماية من هذا المرض وبنفس الوقت مين الأشخاص لازم يفحصوا وكل إيمتن طبعا لنبلش بأول وأهم نقطة لازم نحن دائما نكون وعيين على فكرة الغذاء اللي نحن عم ناكله وقديش هذا الغذاء عم بأثر على جسمي غذائي ممكن يكون مصدر للدواء أو ممكن يكون للأسف مصدر للداء فخليني ننتبه أنه نحن نعمل اختيارات غذائية صحيحة ممكن أنها تساعد على تحسين المستوى الصحي عندي ونستبعد عن الخيارات السيئة اللي ممكن للأسف أنها تؤدي أنه نحن نصاب بأمراض عديدة الأشخاص اللي عم بتكون عم تستهلك نسب عالية جدا من الدهون من اللحوم وللأسف كمان اللحوم المطبوخة على درجة حرارة عالية بتكون بالعادة فيها حروب هاي المأكولات بتكون سبب رئيسي لنمو الخلايا السرطانية عندي بالجسم بالإضافة لهذا الشيء الأشخاص اللي بتحب الخبز المحمص ممكن أنه ينحرق في بعض الأحيان الخبز المحمص المحروق ممكن أنه كمان يكون سبب رئيسي بتفعيل الخلايا السرطانية عندي بالجسم فخلينا نكون منتبهين على غذائنا ومنتبهين أنه المصادر الغذائية دايما نلجأ للمصادر الطبيعية أكثر من المصادر المصنعة الأشخاص اللي عم تستهلك المعلبات بشكل كتير كبير خلينا نستبعد عنها وناخد المأكولات المفرزة مثل الخضار اللي بتكون مفرزة هي أفضل بشكل أكبر من المأكولات المعلبة للأسف المأكولات المعلبة بنضاف عليها كتير من المواد الحافظة وكتير من المواد الكيميوية اللي كمان ممكن تقوم على تفعيل الخلايا السرطانية عندي بالجسم غير هذا الشيء أشخاص كتير عم تلجأ للمكملات الغذائية اللي نحن عم نحكي عنها دائما بنشوف مرات أن المكملات الغذائية لها فوائدها ولكن بمعظم الأحيان بتكون لها أضرار أكثر من فوائدها للأسف هاي المكملات موجودة في الصيدلية وفي متناول الجميع بدون وصفة استشاري أو طبيب ممكن أنها تأكد على استهلاكي لها المكملات زيادة المكملات الغذائية ممكن يكون لها ضرر أكثر ما يكون لها فائدة على جسمي زيادة استهلاكنا للمكملات الغذائية ممكن تقوم على تفعيل الخلايا السرطانية وتعطيها طاقة أكبر وتخليها تتكاثر بشكل أكبر عندي بالجسم فخلينا ننتبه أن نحن نستبعد عن المكملات الغذائية إلا إذا كانت موصوفة من طبيب أو لسبب معين ممكن يكون لها بعود فائدة على جسمي أما استهلاكها بشكل يومي أو حتى شبه يومي من دون وصفة طبيب أو من دون استشارة أخصائي تغذية ممكن يكون للأسف لها أضرار أكثر ما يكون لها فوائد فلكل الأشخاص اللي عم تستهلك المكملات الغذائية إذا كانت مخصصة للنساء أو حتى للرجال خلينا نوقف استهلاكها نستشير شخص مختص في هذا المجال وممكن من بعدها أنه نحن نكمل على هذا المكمل أو حتى نستبدله بشي تاني وما ننسى أنه المكملات الغذائية زيادة الفيتامينات والمعادن ممكن تكون مصدر للطاقة لا تكاثر الخلايا السرطانية أكثر من توقيفها بنفس الوقت الأشخاص اللي عم تاخد الكولاجين لحتى تحافظ على بشرتها بشكل جيد أكيد الكولاجين له فوائد ولكن كمان أضراره موجودة الكولاجين فوائده أنه بيعمل على تجديد الخلايا للجسم وتجديد خلايا البشرة بنفس الوقت وسرعة تكاثر هاي الخلايا عشان هيك دائما بيعطيني مظهر نظر وخلايا صغيرة بالعمر ولكن من نفس الوقت الأشخاص اللي مش لازم تستهلك الكولاجين ممكن يكون كمان سبب رئيسي بتكاثر خلايا السرطانية عندي بالجسم خلينا نكون منتبهين ووعيين لأنواع التغذية نحن عم ناخدها واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية دائما أفضل حل طبعا هلأ لنلجأ للمواد اللي ممكن تحمي أجسامنا من هاي الأمراض ومثل ما حكينا طبعا التغذية بتشكل 90% من حماية من الأمراض المتعدد اللي ممكن ننصاب فيها وأكيد العشرة بالمئة الباقية بتضل للجينات خلينا نشوف أول شي اليوم أنا جايبة معي المكسرات المكسرات النيئة اللي ممكن يكون لها فوائد كبيرة على الجسم مثل ما نحن شايفين المكسرات اللي نحن عم نستهلكها بالعادة عم بتكون مكسرات محمصة بيكون مضاف عليها المواد الحافظة أو حتى الأملاح بشكل عالي لحتى نحن نستفيد من هاي الدهون الموجودة عندي بالمكسرات وخاصة باللوز أو حتى بالجوز وكمان بالحبوب أو بالبذور خلينا ننتبه إنه نحن ناخدها بالشكل النيئ مش بالشكل المطبوخ أو المحمص أو حتى اللي بيكون مضاف له مواد عديدة من التغذية مكسرات عم تواء على الأسف فمثل ما شايفين إنه هاي المكسرات النيئة هي بالعادة اللي بتعود على الفائدة بشكل أكبر على جسمي لأنها بتحتوي على زيوت هاي الزيوت بتكون بشكلها الطبيعي لما نحن نحمص هاي المكسرات ممكن هاي الزيوت تفقد فوائدها ولكن مش رح تكون ضارة ولكن تفقد كتير من خصائصها المفيدة لإلها فلذلك يفضل إنه نحن ناخدها بالشكل النيئ مثل ما نحن شايفين طبعا الكمية ما تزيد عن الكمية الموضوعة هون عندي بالصحن اللي هي بتعادل معلق الطعام واحدة في اليوم لحتى نحن كمان نتفادى زيادة السعرات الحرارية اللي ممكن استهلاك هاي المأكلات تكون فيها هاي المأكلات طبعا بتحتوي على نسب عالية من الأوميغا 6 اللي هو مهم جدا لتجلط الدم كمان بتحتوي على نسب عالية من الأوميغا 3 اللي كمان بيساعد على قليل من تجلط الدم ما ننسى النسب عالية من الفيتامينات والمعادن اللي بتحتويها هاي المكسرات فخلينا ناخد يوميا مقدار معلقة الطعام من المكسرات النية لحتى ناخد فوائدها وأكيد نستبعد عن أضرارها وزيادة السعرات الحرارية الموجودة فيها طبعا صديقي الزنجبيل اللي احنا دائما بنحكي عنه الزنجبيل له فوائد كتير عالية وخصوصا للأشخاص اللي حابة توقي أنفسها من مرض السرطان الزنجبيل له فائدة كتير كبيرة على الجسم وبعود فوائده لا احتواءه على زيوت الجليسرول اللي هي مفيدة جدا للأشخاص مثل ما نحنا شايفين أنا جايبه معي الزنجبيل الفراش هذا بيكون المنظر الفراش تبع الزنجبيل اللي ممكن أنه نحنا نقشره ونقوم على استهلاك كمية صغيرة منه مقدار تقريبا معلقة شاي باليوم ممكن نحطها مع المي المغلية وطبعا نستهلكه بالطريقة الفراش دائما نحنا ننصح ناخد الزنجبيل الطبيعي بدل من الأكياس الشاي ولكن كمان أكياس الشاي لها فائدة كبيرة جدا على جسمي فخلينا نحط الزنجبيل جزء من استهلاكي اليومي للمشروبات السخنة نقوم على غليه وما بدر أبدا وممكن حتى نقمره بالمي ونتركه لساعتين أو ثلاث ساعات كمان رح يكون له فوائد عديدة على جسمي طبعا رح نلجأ للمحليات الاصطناعية اللي اشتهرت كتير بآخر فترة بالسوبرماركتات أو حتى بالمقاهي الأشخاص لحتى تحد من استهلاك السعرات الحرارية عم تلجأ للمحليات الاصطناعية اللي مصنوعة من ممكن لستيفيا من الأسبرتام من السكرالوز إلى آخره من المواد الصناعية اللي نحنا ما بنعرف شو محتواها لكل الأشخاص اللي عم بتميل لنبتة الستيفيا على اعتقاد أنه الستيفيا هي أفضل من المحليات الاصطناعية لأنها هي مصنوعة من النبات الطبيعي للأسف ما في عنا دراسات كافية بتأكد صحة الستيفيا على الجسم وللأسف أكتر أنه دراسات الجديدة عم بتأكد أنه الستيفيا ممكن يكون لها ضرر على الجسم أكتر من فوائدها ممكن تكون سبب رئيسي لانتشار الخلايا السرطانية عندي بالجسم فخلينا ننتبه أنه حتى نقرأ اللوحة الغذائية اللي ممكن تكون على المحليات الاصطناعية نستبعد عن الستيفيا نستبعد عن السكرالوز ونلجأ للمحليات الاصطناعية المصنوعة من الأسبرتام وطبعا المرمية المشهورة جدا بفوائدها العديدة للأشخاص المرمية ممكن ناخدها على الأوراق الطبيعية أو حتى الأوراق المجففة لها فوائد عالية جدا للأشخاص وللجسم وممكن كمان تكون سبب رئيسي بالحد من ما جميع الأمراض الأشخاص ممكن تنصاب فيها وخاصة أمراض السرطان طبعا المرمية هي أفضل أشكال العلاج الطبيعي اللي هو من الأعشاب ولكن لناخد كمان أضرارها لناخد فوائدها وأكيد نستبعد عن أضرارها هاي من الأوراق اللي مش لازم نحن نغليها ولكن لازم نغلي المي ونترك المرمية فيها لمدة ساعة ساعتين أو حتى ثلاث ساعات لنحد من وجود المواد الغير صحية فيها زيوت الموجودة بالمرمية هي صحية جدا للأشخاص ولكن عند غلي هاي الزيوت ممكن يكون لها أضرار أكثر من فوائدها غلي زيوت المرمية ممكن تؤدي أنها تكون مسممة للأشخاص أكثر ما هي مفيدة فخليني ننتبه أنه نحن ممنوع نغلي هاي العشبة ولكن لازم نحطها بالمي الدافئة أو الساخنة المغلية لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات أو بعدين ممكن نشرب الكأكوب من المرمية وطبعا مثل ما نحن دائما نحكي عن الليمون عن القرفة كمان عن الشاي اللي دائما إلهم فوائد كتير كبيرة إذا أخذناهم على شكل أكياس شاي مثل ما أنا جايبي مع اليوم أو حتى أخذناهم بالمصادر الطبيعية مثل القرفة العيدان وممكن حتى القرفة العادية وممكن الشاي يكون الأسود دائما بيكون أفضل من الشاي العادي وشاي الأخضر كمان إله فوائد كتير كبيرة لأنه بيحتوي على مضادات الأكسدة وأكيد الشاي مع الليمون إله كمان فوائد كبيرة فما ننسى أنه هاي المشروبات ممكن يكون إلها فوائد كبيرة على جسمي وأكيد ممكن تكون سبب رئيسي للحد من مرض السرطان وبنفس الوقت لنحنا نوقي أنفسنا من هذا المرض لكل الأشخاص لأعمارهم فوق الـ 45 سنة هذا هو الوقت الصحيح أنه نحنا نروح ونفحص ودائما نحنا دائما نحكي أنه الوقاية خير من العلاج فكل الأشخاص النساء أو حتى الرجال لأعمارهم بتفوق الـ 45 سنة ممكن نحنا هلا يكون الوقت الصحيح لنحنا نفحص ونحد أنه نحنا يتكاثر عندنا الخلايا السرطانية بدون علمنا 4-2 هو اليوم العالمي للتوعي عن السرطان خلينا نكون وعيين عن هذا المرض وخلينا كمان نعرف أنه نحنا لازم نحمي أنفسنا وكتير بيكون أفضل من ما نحنا نعالجها شاءنا نكون استمتعنا بهاي المعلومات التغذوية أكيد سوف أشوفكم يوم الثلاثاء لنحكي بموضوع جديد بالتغذية ونرجع لزميلاتي لانا وأليكس لنكمل برنامج يوم جديد صباحكم سعيد يا ساد صباحك راند شكرا كثير على كل هذه النصائح التغذوية حتى فعلا نساعد أنفسنا ونقي أنفسنا من هذا المرض يا ساد صباحك ونتمنى لك أكيد بقية يوم تكون كثير حلوة